مشاهدينا خلينا دلوقتي نتابع مجازل أهم الأباء مع هالة فضل ياهل شكرا منا التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جينتش مجازل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم نفت مصر بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات دياء رشوان أن تهافت وكذب الإدعاءات الإسرائيلية يتضح في عدد من النقاط من بينها أن كل المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة قد أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع استشد عشرة فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخر في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يأوي نازحين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مدفعية الاحتلال قصفت مخيمي البريج والمغازي وبلدة الزويدة كما شن طيران الاحتلال غارات على شارع صلاح الدين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع هذا وانتشلت توقم الإسعاف والإنقاذ جثماني شهيدين من شارع القدرة في خان يونس جنوب القطاع وجرى نقلهما إلى مجمع ناصر الطبي كما شن طيران الاحتلال غارات على بلدة بني سهيلة شرق خان يونس واستهدف مناطق جنوب شرق المحافظة وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف حي الزيتون في مدينة غزة ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحة نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي أكدت الأمم المتحدة ضرورة الرفض القاطع لأي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة وفي كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك انتقد منصق الإغاثة الطارئة التابعة للأمم المتحدة مارتين جريفث التصعيد في غزة معتبرا أن ما يتكشف هو حرب تدار بدون أي اعتبار لتأثيرها على المدنيين مشيرا إلى النزوح القصري لـ 1.9 من 10 مليون مدني وهو ما يعادل 85% من إجمالي السكان الذين أصيبوا بصدمات نفسية وأجبروا على الفرار مرارا وتكرارا مع استمرار القصف كما حذر المنصق الأممي من ازدحام الملاجئ في القطاع ونفاد الماء والغذاء وتزايد خطر المجاعة يوما بعد يوم بحث مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الوضع المتدهور في قطاع غزة حيث دعا عدد من الأعضاء إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وانتقد العديد من مبعوثي الدول دعوات السياسيين والمشرعين الإسرائيليين بتهجير الفلسطينيين قصرا وأكدت الدول المشاركة ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال مزيد من المساعدات المنقذة لحياة الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل حيث دعت فرنسا وروسيا والصين والجزائر إلى أن تتركز الجهود على الفور نحو وقف دائم لإطلاق النار بمساعدة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين من جانبها أكدت الولايات المتحدة موقفها من ضرورة عدم تهجير الفلسطينيين أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربة على موقع رادار لقوات الحوثيين في اليمن وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الضربة نفذتها حاملة الطائرات الأمريكية كارني باستخدام صواريخ توما هاكلاند تاك من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يعتقد أن الضربات الأمريكية والبريطانية ضد قوات الحوثيين في اليمن أوقعت ضحايا مدنيين وآرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن هذا الأمر يشكل دليلا إضافيا على نجاح الضربات كانت الولايات المتحدة وبريطانيا شنت ضربات استهدفت مواقع لقوات الحوثيين في اليمن أكدت أنها ردا على استهداف قوات الحوثيين سفنا في البحر الأحمر وتهدف بالأساس إلى الدفاع هدانت روسيا الضربات الأمريكية والبريطانية ضد قوات الحوثيين في اليمن ووصف المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فسيليني بنزيا أمام مجلس الأمن الدولي الضربات بأنها عدوان مسلح سافر معتبرا أن الهجوم لا يستهدف قوات الحوثيين فقط بل صعب البلد بأسره مشيرا إلى أنه تم استخدام طائرات وبوارج وغوصات في الهجوم بدأ الناخبون في تايوان الإدلاء بأصواتهم اليوم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي وصفتها الصين بأنها خيار بين الحرب والسلام ويسعى الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم إلى الفوز بولاية ثالثة مع مرشحه لاي تشينغ تي نائب رئيس تايوان والمرشح الأبرز لخلافتها هذا وتجرى الانتخابات في الوقت الذي تكثف فيه بكين ضغوطها لمحاولة إكبار الجزيرة على قبول السيادة الصينية ورياضيا واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بالعاصمة الإيفوارية أبيجان استعدادا لمواجهة موزنبيق غدا الأحد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2023 التي تنطلق اليوم بدأ الميران بتدريبات بدنية ثم جمل فنية ثم تزديد على المرمع وشارك فيه جميع اللاعبين ويشاركوا منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من موزنبيق وغانا والرأس الأخضر انتهى مجزو التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل